سأتبلزح معك بس شوية بقطع بالسرعة وأنا نزلت لكم آخر تحديث حقيقة يعني تذكرون هاي المصطلحات اللي ضفناها فهذه ما تم علي أي تغيير اللي يتخص الـ Actual Slenderness Ratio SR والـ Euler Formula وأيضاً عندي Transition Slenderness Ratio ليسي سب سي وعدنا أيضاً J.B. Johnson Formula أيضاً هذه ما تغيرت يعني أنا حافظت عليها كما هي حقيقة الملاحظة اللي أحب أن نوضيفكم هي فيما يخص ما هو أفضل shape ممكن يعني أفضل column إذا كان مثلاً عندك مجموعة من columns وما تعرف تختار أيهم أيهم من هذه columns يعني فأكيد عندك يعني لازم أكون ما يسمى efficient shapes يعني الأشكال الكفوئة أو أفضل الأشكال أو cross section اللي ممكن أن أعتمده يعني كcolumns يعني من أختار columns هل أختار مثلاً مثلث هل أختاره edge section هل أختاره square circular eye section يعني هل هو hollow هل هو solid طيب ممكن أختار rectangle مثلاً طيب ما هو what is the most efficient shape for column cross section يعني ما هو أكفأ وأفضل shape أو شكل هندسي ممكن أن أعتمده يعني في موضوع columns وممكن أن أختبره أو خليني نقول يقاوم أكبر يعني أكثر ما يمكن أن يقاوم ويقاوم يعني خليني نقول buckling بشكل أفضل يعني يقاوم الإنحناء اللي يحدث نتيجة compressive force بشكل أفضل طبعاً في الكتاب عدتكم شكل 6 12 اللي هو column cross sections هو ذكر هذا الشكل تحت موضوع efficient shapes يعني أفضل نقول الأشكال الكفوئة والمناسبة طبعاً نقول كفوئة هو ذكر an efficient shape طبعاً نأخذ ال down an efficient shape Is one that provides the whatnot and efficient shape is one that provides good performance with a small number of material يعني ما هو أكثر cross-section مقطع عرضي ممكن أعتمده هو اللي يزودك بأفضل أداء طبعاً نقول good performance نقصد بينه إيش أنه يتحمل buckling load أكثر أو يتحمل critical load أعلى أنت كل ما كان عندك column يتحمل critical load أعلى كل ما كان أفضل with إيش with a small amount of material وأيضاً اللي يحتوي على أقل amount of material أقل مقدار من المادة لأن أنت من تأخذ مثلاً مثلاً من تأخذ hollow يعني مثلاً هذا على سبيل المثال اللي هو أي؟ اللي هو hollow circular section pipe or tube يسمونه pipe أو يسمونه tube لأنه يكون من نوع الهولو مجاوف هل هذا تأخذه؟ يعني إذا هذا يخدمك هذا اللي هو الهولو أكثر من السي اللي هو السورد اللي تحته مباشرة طبعاً إذا كانوا اثنين نفس الأداء من هذه critical load مثلاً أنت يخدمك الأعلى ليش؟ لأنه ينطي كتلة أقل وبالتالي كلفة أقل وبالتالي أيضاً عملية النقل والتجهيز والتنصيب يكون أسهل لأنه أنت تتعامل مع كتلة خفيفة بما تتعامل مع كتلة عالية أو كبيرة ما صحيح؟ فإذاً هو اللي يقدم لك أعلى مقاومة للbuckling يعني good performance with a small amount of material طبعاً إحنا نعرف أنه سلندر نسري شو أش تساوي؟ تساوي K L over R والK قلنا هو الـ end fixed constant الـ L هو الـ actual length between the supports اللي يكون بين supports اللي هو الفعلي الحقيقي اللي تنظر أن تنظره لأنت وتشوف البعد وتقيسه بالمصدر مثلاً أو بالفيتا مثلاً يطلع عندك مثلاً كذا طول وأيضاً مقسم على الـ R اللي هو قلنا الـ minimum radius of gyration طبعاً إنت من تتعامل لو كانت مثلاً مجبور أن تاخذ cross section مثلاً فالنقل مستطيل طبعاً إنت بالمستطيل إحنا عندنا two radius of gyrations عندنا الـ RX وعندي الـ RY فإنت راح تحاول أنه توجد الـ RX والـ RY وتختار الأصغر من بيناتهم ليش إحنا قلنا نختار الأصغر؟ لأنه من تختار الأصغر معنا تختار لأنه K L على R إذا الـ R بالمقام طيب إذا المقام صغير معناتها S-R مالتك هي كبيرة وإذا كانت كبيرة معناتها إيش يعني عدت تاخذ الجانب الأسوأ يعني لأنه يعني column راح يعتبر كأنما Euler من يكون يعني أنت تعفوه ممكن ما تكبر الـ SR يعني ترح تقغب على الطول يكون الـ column أطول ما صحيح؟ فالـ SR كلما كانت كبيرة كلما كان الـ column أطول وإذا كان أطول معناتها ما يتحمل critical load أعلى فبالتالي إنت عدت تاخذ كأنما الاحتياط تقول أنا لا عدت أعتبره أطول مناخذ minimum radius of generation يعني عدت أعتبره أنه الـ SR ماله كبيرة وبالتالي هو أطول عدت أخذه عن احتمال الأطول مناخذ احتمال أطول يعني كأنما عدت أخذ إيش الجانب الأسوأ وعدت أصمم على أسوأ حالة اللي هي حالة أنه يكون minimum radius of generation لكن هذا الشيء حقيقة ما ينطبق على أنه لو كانت تغييد تقارن ما بين two cross sections يعني لو تغييد تقارن بين two cross sections المسألة بالعكس تماماً أنت لو كنت مجبور أنه تاخذ cross section معين خلص تحاول أن تاخذ الـ RX أو الـ RY أيهما أصر وتعتمدوا بالحل وبالتصميم لكن لو كنت خيارك الشخص مثلاً الشركة قالت زين أنت عملت حسابات طيب أنت تغييد طييد hollow cross section يعني نوع تيوب هذا مثل فرع أي هذا لو طييد solid مثلاً طبعاً هذا أحنا أشنو اللي يحدد اللي يحدد هو radius of generation لكن الآن من التقارن بين two cross sections لازم أشي يصير الحالة مالتك لازم تاخذ بالعكس تماماً يعني ما تاخذ minimum radius of generation تاخذ maximum radius of generation ليش تاخذ maximum radius of generation لأنه أنت تضيد قاربين two cross section طيب أخذت maximum radius of generation طيب اثنين تيجي على عندها two columns اثنين من نهايات مثلاً pin فالكي نفس الكي ما تمام اللي هو قيمته واحد بالحال تليكون two pins النهايات يعني الربط ال-L actual راح تقول أنا أخذ نفس ال-actual length خلص نفس ال-L طيب إذن ال-K-L بالبص نفسه ثابت يبقى عندي المقام اللي هو radius of generation طيب إذا أخذت maximum radius of generation إيش معناتها؟ معنات أنه أخذت SR صغيرة لأنه أنت كل ما كبرت المقام كل ما كانت ال-actual slender نفس ال-SR صغيرة ما تمام؟ أنت عا تقسم على المقام البص ثابت المقام كبير فبعت SR صغيرة إذا حصيت SR صغيرة يعني كأنما ال-Column أقرب ما يكون إلى ال-Short لأنه كل ما صغرت عندي ال-SR كل ما كان أقرب إلى ال-Short فإذا كان أقرب إلى ال-Short معنات راح يتحمل Critical Load أعلى وإنت فعلا هذا اللي يهمك أنت من تجد تختار بين two cross sections أنت طييد ال-Column اللي ينطيك إيش ينطيك Maximum Critical Load ليش؟ لأنه كل ما يتحمل Load Critical Load يعني ما لديه يكون أعلى هذا معنات أنه عندك ثقف أعلى في التحرك يعني يعني وين كولوم يتحمل مثلا خلينا نقول عشتالاف كيلوغرام وين يتحمل مثلا عشرين ألف كيلوغرام طبعا واثنين من نفس مثلا نفس المتيرير واثنين من نفس الطول ونفس التثبيت طيب إنت هاي راح تختار طبعا تختار لإيش تختار ليتحمل العشرين ألف لأنه هذا يكون أكثر safety يعني أكثر أمانا لأنه يتحمل أكثر Load أعلى يعني هو مصمم يتحمل Load عالي طبعا هذا يخدني طيب هون يذكر لك عبارة يقول a shape with a high moment of inertia has its area distributed far away from its centroidal axis طبعا هاي فهذه عبارة يمكن قد ما مرت عليكم سابقا هاي تخدمني في اختيار الكروس سكشن المناسب يقول a shape يعني الشكل with a high moment of inertia طبعا احنا كلا نعوذ انه moment of inertia اللي هو احنا نسميه second moment of area او مرات نسمونه moment of inertia of area اللي هو يرمزوله I capital I فتذكرون بالمربع عندنا I1 Ix يساوي Iy بالمربع لانه نفس الابعاد بس بالمستطيل Ix لا يساوي Iy ما تمام فنحاول فاحنا نقلنا دائما اذا كان Ix اصغر من Iy معنا راح يصيل راح ينحني او يصيل bending او انحناء حول x-axis يعني وين اكو Ix اقل وين يكون عندي انحناء اكثر ولذلك كنا من ناخذ الموديلس section تذكرون الموديلس section اللي هو I على Y بمعادلة bending strings M على Y على I section اللي كان بالمقام كنا ناخذ عندنا Sx وSy بالنسبة للدائر وSy فكنا ناخذ Sx الاصغر كنا نعتمد لماذا لانه Sx كلما كان اصغر هذا اش يعني يعني انه الميلان راح يكون حول ايش هذا الaxis يعني اذا كان Sx اصغر من Sy مع الميلان والbending اللي راح يكون عندك راح يكون حول X axis وهكذا طيب فانا احنا نحاول ايش نعمل احنا نحاول حتى الباكلينج يعني الكولومي يقاوم الباكلينج كلما كان المومتوفينير شماله اكبر كلما كان افضل كلما كان المومتوفينير شماله اكبر كلما كان افضل طيب تسألني الان هل انا اخذ مربع لو مستطيل مثلا اقل لك كلما استطعت انه الـ Ix يساوي الـ كلما كان افضل كلما كان الـ Ix يساوي الـ Iy للـ cross section كلما كان افضل ليش لانه ملكون مساويين ما مثل ما يكون مختلفين يعني المستطيل منقلني عنده Ix و Iy وال Ix اصغر من Iy وبالتالي راح ينحني حول X axis هذا اشي يعني يعني انه لازم اخذ محاذير تحذر يعني لكن لو انت حيرت الـ column عن طريق الـ cross section ماله جعلته مساوي يعني الـ Ix يساوي Iy وبالتالي Rx radius of gyration يساوي Ry كلما كان افضل كلما كان Rx يساوي Ry كلما افضل كان افضل فانت اذا ما كنت مجبر على cross section معين انت قل لك انت تختار خلص اوكي Rx يساوي Ry اول شيء نحاول نختار Rx يساوي Ry فمعت اش راح تقول لي تقول لي والله اوكي معنات الدائرة تخدمني لان Rx يساوي Ry طيب المربع يخدمني لان Rx يساوي Ry طيب الان يسأل سؤال هل اخذ hollow لو solid يعني احنا اول شيء ثبتنا انه الاشكال اللي تنطيني Rx Ry هي الافضل عموما اوكي لكن solid احسن 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 solid افضل ها ها انتم عجابوني اسم نعم solid افضل طيب نجعل هاي العبارة جيد جيد ما مشكلة كلام سليم لحظة هاي العبارة ليش انا ذكرتوها اول عبارة من قال اشيب اهاي ممتوفنيرشا يعني كلما كان الاي اعلى كلما كان افضل فانا حتى لاقع بالاختلاف هذا لان معه في الاي اكس الاي واي اللي ما مستاوي اول شي اثبت الاي اكس والاي واي حتى عرف انه ايش انه رس ينطيني Rx وRY مستاوي هو افضل اوكي طيب الان نجعلها العبارة هل هو solid لو holo هذا الشطر الثاني يحدد يقول has its area distributed far away from its centroidal axis يعني كل ما كان توزيع الكتلة اعفون المساحة اسف كل ما كان توزيع المساحة ابعد عن centroidal axis او نسمي نمرات neutral axis كل ما كان افضل يعني هل توزيع هاي المساحة الان solid انتم قتم solid هل solid هذا هو بعيد عن centroidal axis هذا هل هو بعيد هاي المساحة لا صاح لو هي ضمن قريبة جدا ما ما تمام طيب نصعد لله هل الهولو توزيع المساحة بعيد عن centroidal axis بعيدة بعيدة فاذا تعملون fat calculations تجيبون تجيب هذا الهولو وتجيب هذا الهولو وتأخذ الابعاد تحسب الarea montofinertia احنا نعرف الarea montofinertia للدائرة هي اشني هي pi d 4 64 تمام pi d 4 يعني pi d 4 64 يمطيك الايمال دائرة صح لو لا طيب اذا تجي للهولو اشنو الايمال لتو دائرة و اشنو الايمال اشنو الايمال pi d تربيع ايه pi d تربيع على 32 نقص القطر دائرة دائرة على 64 نقص d تربيع على 64 64 اذا دي الخارج نقص دائرة تمام تمام نعم يعني كأنما نعم بس أشنو إذا تجعل هذا التالكوليشن يعني أنا الآن أعدى استنتج معاكم أنا بسبليه الآن من أعدى استنتج أتكلم معاكم الآن يعني أعدى أتكلم معاكم كلغة السنتاج إذا نجعل القوانين إذا تأخذ pi d to pour 4 ناقص d to pour 4 64 رح يكون عندك الآي أشقد قيمته رح يكون أصغر أصغر بكثير من اللي سليم رح ليه إيش لأنه أنت عندك عملية طرح صرح أو لا طيب لكن لكن نجعل هذه الشغلة الآن اللي رح يختلف عندنا إيش نهو رح يختلف عندنا radio of gyration كلما كان كلما كان كانت الكتلة موزعة بشكل أبعد عن المساحة عفوا موزعة بعيد عن المساحة كلما كان ال R أكبر كلما إيش رح يكون عندي رح يكون ال R أكبر ما لو غلط دكتور عرواتو الضحبة لزحمة عليك لا لا يعني أنا أشقد أنطيكم هي للوهلة الأولى للوهلة الأولى إحنا نحاول أنه ناخذ R X يساوي R Y أوكي R X يساوي R Y وبالتالي يعني نبحث عن إيش نبحث عنه عملية مساواة ما بين radio of gyration يعني R X يساوي R Y يعني معناه أنه إيش الماس موزعة في نيرش يساوي R X يساوي R Y أنت كلما أخذت R X يساوي R Y كلما إيش صار عندك إيش صار عندك يعني يقاوم بشكل أعلى يعني أنا حقيقة ما قفت على الكالكوليشنز لكن من خلال كتابكم المنهجي ذكر عبارة تالية قال أنا كلما يكون الكتلة ما لتي المساحة عفوا المساحة كلما كانت المساحة كلما كانت المساحة بعيدا عن centroidal axis كلما كان radio of gyration أكبر وكلما كان المومت في نيرشي أكبر أوكي طيب أكون شغلة مهمة أنا صراحة أيضا بالبداية من عند السنتج معاكم ما كانت واضحة للي لكن الآن أصبحت واضحة لاحظ أستاذ أشو نسي المومت في نيرشي أكبر بالحالة أي آه هي هايدا هايدا قل لك علي إذا تجعل قانون راح تحصل مومت في نيرشي أصغر للهولو الهولو أصغر ما تمام طبعا هو غاية يطلع أصغر بس أشو نوي يقول أكبر آه على كلامك تمام كلام سليم الجواب والتالي هو ش يقصد يقصد هاي المساحة هو عيد كلم على آلية توزيع المساحة لاحظ كلمة area distributed يعني area الموزعة المساحة الموزعة عفوا المساحة الموزعة يعني هسه أنت من عندك هذا الصوليد الجوة أقل لك أريد هذا الصوليد تعمله بحيث يعني يكافئ بحيث تحافظ عن نفس المساحة يعني لاحظ لاحظ الفكرة يعني لو هاي هاي المساحة الموساحة حول بالسنترويد الأكسز أقل لك هي صوليد حول لي هي إلى هولو بدي معين دي كابتل معين ودي سمول معين أنت شرح تعمل أنت ما يستجد قصقص كيفك وتعمل هولو مثل الفوق لا أنت لازم هاي المساحة حتى هاي الصوليد تكافئ تيوب يعني سيركولر أو هولو تيوب هولو شافت أوكي لازم تقول أش أعمل تقول أكبر 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 أفل أكبر بحيث أنه تطلع لمساحة ما الهولو مساوية لمساحة هذا الصوليد فمعنا تل اليوتيوب الهولو اللي راح تحصله راح يكون أكبر بكبير لنفس المساحة يعني الهولو اللي تحصله أنت بحيث غفيع كلش فحتى فلاش تعمل تكبر الدائرة منكبرت الدائرة بحيث أنه المساحة ما الهولو اللي تحصلها تساوي هاي المساحة أكيد الهولو أو الكيوب ما لتكلكم راح يكون ترسيكش ما له كلش كبير يعني بحالة أنه لازم يكون الهولو كبير يعني المساحة الداخلية ما تنقدس صوليد الموجود مثلا عندي جوه فلنفرض يعني المساحة اللي راح تكون هوني صور هاي المساحة اللي بس هاي هاي بس المساحة اللي تيوب هاي شو راح تكون أنت حتى تعمل هذا الصولد تعمله هولو ويكافؤ بنفس المساحة لازم يكون ضخم جدا بالضبط وصل الدكتور يمكن يمكن اللي وهنا له ما ورحة كانت لكن الآن ورحة أصبحت لأن احنا نتكلم على توزيع المساحة وليس تقليل المساحة أنا عاد نغير بس الشكل الهندس ما لأعمل هولو من صورة إلى هولو وبالتالي معنا تحصر على كون من أكبر فأنت كلما كان كلما كان توزيع المساحة بعيد عن تصور إذا إذا حولت إلى هولو ويكون أكبر كلما أكبر معنا أنت مساحة الإسناد اللي تسند بها رح تكون أكبر فبالتالي حتى لو كان هولو هو حتى لو كان تيوب هولو بس توزيع بعيد معنا تعامل الإسناد القطر ما له كبير فيسند أكثر فيتحمل أعلى هو يتحمل أكبر إن شاء الله وصلت الفكرة الآن طيب الكتاب حقيقة هو وزع الكمية من أحسن حالة أو شرح على كل حالة هو يقول الهولو أفضل بكثير من وفعلا هذا الكلام سليم لأنه يكون عندك معناها التوزيع المساحة سيكون بعيد فالريدس كبير فالأيريا مونتفنير كبير فمعناها أنه المقاومة للباكل سيكون أكبر هذا طيب طيب أيهما أحسن الآن الآن معنات إحنا رح نشطه بالCOD من حيث المقارنة عندك أتكلم بس الCOD لازال جيد يعني نازال جيد بس يعني لكن أشنو يعني شي أحسن مشي الهولو هذي أفضل من الSolid طيب المربع ينطق تقريبا نفس الكفاءة بس أنت لو تتخير خيرك ما بين هولو مربع وبين دائرة أش تعمل تحاول أنه توجد الـ I أيهما طبعا الـ I-X والـ I-Y للدائرة والمربع مساوين بس أكيد الأبعاد ما نفس الأبعاد لأن هاي أنت عندك قطر هون وهون عندك طول فلع فأنت تعمل حساباتك تقول أحصل Air Remote Financial I ما الدائرة الـ هولو هذه وحصل المربع الـ هولو الـ I ما لته أيضا وأقارن أيهما ينطي I-I أعلى أختاره يعني كلما كان I-I أعلى كلما كان التوزيع أبعد وكلما كانت المقاومة أكثر للبقلي إذن لاحظوا أيهما ينطي Air Remote Financial أعلى سؤال يعني معنى تشنو يقاوم البطل أدفر نعم بتفضل أستاذ المربع هو ما يكون أقوى لأن بين الأضلاء يعني ساندة أكثر تحمل ما تستطيع تعوذ لا لا إذا لنفس المساحة يعني أنا الصراحة ما عملتو Calculation بس إنت إذا مثلا تجي نفس المساحة خليق واحد هولو أسف إذا تسمح لي عفو محمد يمكن أنت محمد يونس أعتقد محمد يونس نعم محمد نعم إذا تجيب مربع وتجيب دائرة أنت راح تجيب استندرات ما تجيب من عندك أنت راح تجيب استندرات فأنت تجيب على استندر تأخذ الدياميتر الصغير وتأخذ الدياميتر الكبير للدائرة وتحسب i وتجيب المربع وتأخذ أظلاعه وتأخذ نظر اعتبار السوم وكمالته وتحسب الـ i أيهما يمطيك i أعلى تعتمده أيهما يمطيك اعلى يكون أفضل مقاومة للباقين أوكي طيب نجعل بعده هذا يعني معف بعده لكنه أيضا شكل مفضل هذا الشكل مربع بهذا الشكل هو موجود يسمونه built-up section أيضا يكون جيد النوع هذا الرابع هذا من نوع fabricated section طبعا تعرفوا fabricated section made from four structural angles angles يقصد بيها هذه عندك هذا ظلع هذا الظلع اللي هو L لحظ هذا مثل L shape شكل L ما تمام section ما له يعني يسمونه angles structural angles لأنه عبارة عن تركيب موضوع في الزوايا في الأركان corners مالتي فيصنع زاوية 90 درجة فهذا يسمونه angle هذا يعني عبارة عن أربع شلمانات تنظر top view إذا تنظر side view راح تلاحظ هاي الأربع شلمانات هاي بس اش يخلهم بها يخلهم من نوع يسموها lasting bar lasting bar يعني عبارة عن أضلع تثبيت أضلع شد يعني خلي أضلع يلحم بحيث أنه تعمل عملية تثبيت يعني شدة عن طريق هذا تثبيت هذي اللي ما تكون ملحومة معاهم هذا النوع أيضا اعتبر جيد لكن حقيقة الكتاب استنتج إلى استنتاج أخير شد بكم وذكر هالي عبارة أنه i section يعني تحقيق i section هي أفضل أنواع يعني أحسن نوع لمقاومة البقل هو i section حتى لو لأنه هو منطق i section هاي بيها سندرات عالمية يعني بيها ال الفلينج هذه الفلينج العرض مالها معروف الويب مالتها هذا معروف فهي تنطيك standard فأنت تجي إلى standard معين تحاول أن توجد i x وتوجد i y إذا كان i x أكبر يعني إذا تحاول الطبعا ال h section يعني من يصلي عليه كstandard ما يصلي عندك r x يساوي r y يعني ما ينطي لأنه بها آلية لتوزيع الكتلة صح r x لا يساوي r y لكن آلية توزيع المساحة آسف أنا دائما أقول الكتلة أقصد آلية توزيع أو توزيع المساحة بهذا الشكل أمامكم هو من خلال التجارب ومن خلال calculation ثبت أنه أفضل من a b e c d f هذا الشكل ثبت أنه هو أفضل أنواع لمقاومة column لأن يمطيك أعلى buckling من تعمل calculation سيتحمل buckling load أكبر من كل هذول أنواع وبالتالي هو أفضل من الصنع structures يعني سمت روحون على الجسور جسر عتيق مثلا الجسر العتيق أو القديم اللي عندنا بالموصل إذا تلاحظون الشلمانات أكثر هي eye section أو H section يسموها لي لأنه يتقاوم buckling بشكل أكبر فدائما تلاحظون eye section أو H section يعني eye section أو H section يسموه ما مشكلة حسب يعني X Y حسب ترتيبه حسب هذا أمام كم هو H section ما تمام بس ديروا بزاوية 90 درجة صار eye section تمام فأنت تحاول eye section eye section عادة eye X ما لم لا يساوي eye Y ف eye X eye يعني إذا تلاحظون بهاي الحالة eye section eye eye هو يعني RY RY عطاك هو الرقم مال هو 3.02 والRX هو 5.28 إنت على إيش من تعمل حساباتك يعني إنت أول شي عملت عمية مقارنة تقول أنا أحسن شي أختار eye section أوكي خلص إذن كل الأشكال البقية شلت من بالك ظل عندك إيش ظل عندك من تجي عنين Rx ما حسابات وتوزيع الكتلة ثبت أنه إيش أنه هذا حتى لو أخذت RY وبالتالي رح تأخذ IY يعني تعفون إحنا من تعمل calculation مالتك في البقلين تختار minimum regs of generation فمن تجعل هذين Rx و RY المنم هو 3.02 ما تمام هو 3.02 فتعمل حساباتك على 3.02 وهذا إش يعني الRY أصغر point termality هذي عبارة عن قوة مسلطة نحو الأسفل أنت ما تنظر لأ أنت رح تشوف ها كنقطة مسلطة بال Z axis نحو الأسفل فرح تعمل compressive load تعمل compression على column فتسبب buckling تتوقعون رح يصير حول Y axis لو يصير حول X axis حول Y axis عفيا رح يصير حول Y axis ليش لأن R Y أصغر إذا كان R Y أصغر معنات I Y المومة في نير شي أصغر فكل ما كان مومة في نير شي أصغر كل ما كان مقاومة لل buckling وال bending أقل إذا رح يصير الحناء حول Y axis فتعمل حساباتك على Y axis فأنت إذا طريق تقارن بين شكلين cross 2 متوفر عندك توجد الحسابات ما لك توجد Y وتوجد I يعني I بين اتم وتقارن بين اتم أيهما ينطيك I أكبر تعتمده أكثر حتى إيش تختار لكن من تجي الآن إلى الشكل الأخير بعد ما اخترت بين الشكلين أو ثلاث أشكال تجي على الشكل الأخير اللي اعتمدت أنت اللي تعتبر أكثر مقاومة للباكل إذا كان IX لا يساوي I Y تاخذ الصغير الآن يعني تاخذ الصغير يعني كأن ما تاخذ حساباتك الممت في نفس الصغير فإيش لأنه نحن غحيصير حول الأكسز اللي يكون بينه الارمت الصغير أو صغير صغير فتعمل حساباتك على نفس الحسابات ما ناخذ من ريد ونطبق الفورمولة إما Euler إذا Long وإما Johnson إذا كان Short وهكذا إذن نستطيع النستنتج التالي الهولو هو أفضل وأفضل الموجود هو Edge إذن إنت من تحاول أنه تجعل الشركة اتقل لأنا وتتوقع أنه أطيد مقاومة أنه التطبيق ما لك خريج بناء عندك بناية عندك جسر يعني شيء critical حيوي تعمل مع حياة الناس مع البشر بالحالة فتاخذ الـ H section أو i section وتعمل حساباتك على هذا i section فتختار الـ standard المناسب لك طبعا من تعمل حساباتك وتكمل أنت ما تاخذ من خيالك تاخذ الـ H section i section أنت تروح على الـ standard الشركات أش تنتج تاخذ فد معين فد بعد معين تتوقع ويناسبك تعمل حساباتك علينا وتعمل calculation مالتك علينا وتعرف أنه تطلع P critical وللازم P critical مالتك تكون عالي جدا وأن P الحقيقي المصلط مثلا لو كانت P critical 20 000 kg أنت مثلا تقول أن P الحقيقي actual 10,000 خلص أنت عندك factor of safety or design factor مقدار 2 يعني ويتحمل 20,000 وانت بس عندك 10,000 مسلط فأنت بالsave side فأنت تحاول تعتمد عليك بقى أنت تقول أنت صغرت بعض cross section يعني قربت أيش قربت area على centroidal axis قل I moment finish قل radius of generation طيب أعمل حساباتي الآن ستقارن مع two cross section من نوع edge ما تعرف تاخد أكبر لو أصغر فتوجد I مال 2 كلما صغرت كلما قل I فتوقع أنه كلما كان cross section مال تك أو distributed area حول X axis أو Y axis يكون قريب كلما صغرت هذا section كلما كان توزيع الكتلة أقرب إلى centroidal axis وبالتالي كلما حصلت مقاومة أقل البقل فأنت تعتمد عليك فتعتمد عليك يعني مثلا لو أخذت cross section معين وعملت حساباتك مثل ما قلنا طلع critical load مقداره 20,000 kg وإنت الحقيقي المصلط على الخروم اللي تقيد أنت الجهز القوة الموجودة هي مقدار 10,000 طيب معت design factor 2 طيب من جيت أخذت تقول والله 2 كثير هذا design factor ليش ما أصدر شوية الأبعاد واخذ cross section شوية أصغر يعني الحجم أصغر فمعنا إيش معنا إيش عملت إنت ما تغير عندك 10,000 هذا هو اللود الحقيقي اللي أنت سلطه بس من قل عندك 20,000 critical مالك ستبدأ تقل صارت مثلا 15,000 طيب تقول والله 15,000 مع 10,000 design factor قل صار واحد ونص فأنت أش عصير أنت كلما صغرت بالأبعاد كلما قللت من critical load وكلما قللت من design factor فهي تبقى يمك أنت design factor فهل تغير عالي هل تغير أقل وكل طمع على حساب يعني كله على حساب الكتلة صح قللت بال design factor بس انت وفرت فلوس أكثر لأن اخذت كتلة أصغر cross section أصغر معنا توفرت بالفلوس بس على حساب حياة الناس فأيضا انت تبدأ تراوس وكلما كان شيء و crucial يعني كلما كان شيء جوهري وحرج كلما design factor ما لك يزيد أتمنى أنه تكون واضحة الصورة وأنه ما أصار لبس عدكم في البيانات أو في المعلومات يعني المحاضرة السابقة سألتني عن هذا المحاضرة قلت من الكتاب بشكل 6 3 يشرح لك الكي طبعا بس نتبو إلى نقطة مهمة هاي الأربع حالات الحالة الأولى Pint Pint الحالة الثانية هو Fixed Pint هذا Piston و هذا connected rod مع ذراع Piston عملية التوصيل بين الذراع وبين Piston تعتبر Fixed لأنه يكون ملحوم لحيم أو مبني بينه بناء يعني وهذا النهاية مثلا Fixed أيضا ملحوم لحيم داخل داخل Support فيعتبر كأنما Mapping ويعتبر Fixed هالحالة الأخرى يمنوع Free Fixed لأنه الأسفل يعتبر Fixed والأعلى عندك Free ساب بس load مصلط ما عندي أي شي يسند الحفة العليا مال Column الحالة الرابعة هو Hinge عملية الربط Connected Road مع Piston عبارة عن مفصل من مفصل يعني hinge لأن كلمة hinge يعني مفصل يقصد بينه مفصل فمن عندك مفصل لديك الحالة من نوع pin النهاية الأخرى هي Fixed طبعا أي أفضل حالة كلما كان effective length أصغر كلما كان أفضل كلما كان effective length أصغر كلما كان أفضل بالنسبة pin pin effective length هو نفسه actual length لحظة L يساوي L هذا L هو نفس L ما عندي مشكلة لكن لحظة لو كان Fixed L effective length هو هذا 0.5 L هذا لحظة هذا الغشر لك هو من لحظة بداية البكلي من هجها ولحظة بداية البكلي من هجها يعني كأنما يعتبر هذا 0.5 لحظة طبعا لحظة هذه الحالة free Fixed هي أكبر effective length 2 في actual length 2 ضع في actual length لحظة هذه الحالة هي 0.7 فأي حالة تتوقعون هي أفضل حالة تتحمل buckling load أعلى 5 عافية Fixed Fixed تتحمل أكبر load يعني تجي تحسب critical load يعني هذول الأربع عطيتوك أبعاد من نفس الطول نفس المaterial نفس بس التثبيت يختلف فمن رح تجي تحسب buckling load أعلى buckling load يتحمله هو Fixed Fixed لأنه مثبت بشكل جيد من الجهتين فيتحمل buckling عالي لكن لحظة نقطة مهمة قيم الكي هي قيمتين تسمى قيمة نظرية theoretical value وعندي practical value فأنت من تعمل حساباتك لا تمشي على theoretical امشي على practical وإذا تذكرون السؤال من أخذنا Fixed Fixed تذكرون أخذنا بالمحاضرة السابقة كان 0.65 ما أخذت 0.5 لأن actual هي 0.65 فأنت بدائما أخذوا practical أو actual values اللي هي اللي تكون في الأسفل يعني K1 K.65 K.2 K.1 K.8 أوكي هاي الرفرنس الليكم ترجعونا إذا جاكم سؤال على هاي الأربع حالة طبعا هاي هي الضافات اللي ضفتوها اللي هي effective cross section وضفتو أيضا ال end fixity constant تختم كم حتى ترجعونا إن شاء الله طبعا إحنا وصلنا كان السؤال الرابع وأعتقد السؤال الثالث يتذكرون شباب كان عندنا نقص في إحدى البيانات فيما يخص C sub C يمكن ما كانت موجودة طبعا أنا عملتوها في هذا السؤال يعني عدلتوا على هاي المعادلة يعني أنه عملتوا المعادلة ونزلتوها أمامكم إذا تلاحظوها هذا السؤال الثالث كان عبارة عن crooked قسمون crooked column يعني column بين انحناء قبل صلط البط الليل علي وتذكروا إحنا بس كان وجدنا sr 58.9 وأيضا سهوا نزيتو أن أزل c لأن أنا لمن أوجد لازم أقارن sr مع c حتى عرف هل هو short أو long حتى عرف استخدم الفورمولة المناسبة فمن حسبته c باعتماد على A و Yield Strength اللي هو S Y وجدت أن c مقدار 57.198 فمن قارنت 57 مع 58.9 وجدت طبعا أكيد 58 هي أكبر وإن كان بشكل يعني بمقدار صغير يعني فرق كلش قليل لكن نعتبر إيش مادام sr أكبر من c sub c إذن هو من نوع long إذا من أطبق عين وغير أطبق Euler formula فطبقت بوقت Euler formula وجدت PCR هي critical load طبعا ما كان المطلوب critical load كان المطلوب أن أوجد allowable load فذهبت إلى القانون أني خص الكروك نيس أو الكروك يعني column عندي فد علاقة ثابتة لهذه الحالة تذكرون وجدنا ما يسمى بالC1 ووجدنا C2 عبارة عن constant بدلالة طبعا عدة قيام ومن ضمن design factor الان وجدت أيضا C2 هو أيضا قانون جاهز يعني فمن وجدنا الثوابط C1 وC2 عوضتها بالمعادلة الرئيسية مالكنا بدأ تحسب P اللي هي allowable load اللي وهذا القانون ساوي 0.5 مضروب في ناقص C1 زائد ناقص ساحة C1 square minus 4 C2 عندي C1 عندي C2 عوضتهم مباشرة طلعت عندي معادلة من الدرجة الثانية حليتوها بالبستور فوجدت قيمتين اللي allowable load طبعا ناعتمد الأصغر لأنه حتى تكون more safety ما استطيع أن نصمم على 40,000 وأجي أقول والله أصلت 30 actual load مالتي رح يكون 30 طيب إذا هو 30 ولو هذا P allowable بالناسبة هذا P allowable يعني مسموح بينه بس لماذا نأخذ الأصغر كما قلت الآن لأنه الأصغر أنت عد تأخذ الجانب الأسوأ أنت من تأخذ تقول أنه ما يتحمل 40,000 بس يتحمل 10,000 يعني أنت عد تأخذ الجانب الاحتياطي يعني عد تكون جدا جدا متحوط يعني أو متحفظ على القيمة طيب الآن انتهى ابن السؤال الثال بس عبيتو ذكرك منه عدلت على سي سب سي ونزلت هاي المعادلة حتى أقارن ووجدت أنه هو من نوع اللونغ وطبقنا أويلر وجدنا P critical ومثلما وجدنا allowable واعتمدنا القيمة الأصغر من المعادلة السؤال الرابع يقول The hydraulic cylinder showing the figure below has a two inch bore طبعا كلمة bore يقصد بها الدياميتر الداخلي يعني الانر دام 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 يعني متسمع كلمة bore يقصد بينه الانر دام دام الداخلي يعني يسمونه bore وكي and is to operate at a pressure of 1,000 أو خلين نقول مثلا 1,500 PSI اللي هو 1,500 pound per squared inch لحظة هذا pressure هو pressure الفعلي المصلط أو قد يكون هو ما ذكر حقيقة ممكن يكون pressure الفعلي المصلط هو قل لك فقط أنه أنا صمم عندي hydric cylinder الداخلي الداخلي مقدار 2 inch وتشتغل على pressure مقدار 1500 طبعا نحن نعرف أنه pressure من ينطي كفر 1500 هو أكيد ما actual أكيد هو ما actual هو رح يكون مثلا ممكن يكون allowable ممكن يكون أنا اعتبره allowable يعني هو المسموح بينه أنت من الصمم على قيمة ما تصمم على actual كما هي 1500 يعني أنا قلت لك هو يتحمل تصمم على 1500 أنت مجي تصمم جزوة في الحقيقة أنا من أجي أقول صمم مع 1500 أنا أعرف أنه يمكن pressure مالتي وما 1500 1200 بس أنا أش أقول حتى للإحتياط أجعل مصمم أقول أغير تصمم لي على 1500 فهو يسألني يقول أنت 1500 يعني هو الحقيقي لو 1500 هو أنه أنت عندك 1500 قل لي أوكي ما عندك مشكلة بس إذا قلت له أنه أبدأ تصمم على 1500 وهو الفعلا 1500 هذا خطأ لأنه أدنى ارتفاع باللود لأدنى سبب وارتفاع لأنه أنت متستخدم Hydraulic Cylinder مثلا إذا أي انسداد بالPiPad صاغت وحصى عندك لود هائل على ممكن عندك لود هائل وين في المنطقة هائل المطقة في Piston في يعني يرأسا يثنينك يثني الload يعمل بطلنج الroad هذا الroad مباشرة يعمل بطلنج فأنت ما يستطمم على 1500 خلص 1500 أخذ 1500 لا ناخذ على 1500 بشكل احتياط نوع ما فأستطيع أن نعتبر أن الpressure هو allowable يعني الpressure allowable اللي هو ممكن أنه يصلط في حالات معينة جدا أو حالات نادرة يصلط ليخلى المعين مثلا بالمنظومة أو ما شابه فأعتبر أن 1500 هو إيش هو allowable pressure طيب with the clevis mount شون طبعا clevis يقصد بيا هذي هذي يسموها clevis هاي طريقة التثبيت مع السيلندر هذي لأن هاي مثبتة بهنج هاي من نوع pin بمناسبة هذا pin لاحظوا وهذا النهاية معلتي يعني كأنما عندي هون pin فيسمونه clevis هذا النوع طيب the piston road should be sized as a column البiston road هو هذا هذي يسمونه piston road رود يرتبط بالبiston هذا البiston يقول ممكن يصممه يقول should be sized as a column with both ends rounded طبعا كلمة rounded أش مع rounded rounded يعني rounded يقصد بها pin لأنه round نهاية من تصير عندك النهاية دائرية يعني عندك عمية التثبيت كأن ما ستكون مع pin ستخلي pin و ستخلي مسمار ويمسك النهاية فالنهاية مالك ستكون كأن ما هي pin pin فلاحظوا البداية مال road pin والنهاية مال cylinder هي pin فاعتبروا قل يعتبروا pin اعتبر الحالة مالتك هي من نوع pin طيب ممكن الشخص يسألني يقول استاذ ما هو road مثبت بال piston وطيقة اعتبره fixed اقول هو اي الحالة الاسوأ هل الحالة الاسوأ pin pin لو الحالة الاسوأ pin fixed اكيد pin pin هي الاسوأ لأن تنطيني ايش تنطيني كيقيمة واحد effective length لكن effective for any plane of buckling طبعا هاي الجمعية امريكية يعني se american للمaterial لا علاقة بال material اشوان عندك من الآزمي مثلا اشوان عندك ISI وهكذا اشوان عندك اقمى للجير وهكذا يعني مختصرات لجمعيات امريكية هاي لها علاقة بال material المaterial المالتي هو من 117 HR HR يعني hot rolled يعني سابين خلينا نقول عمي التشكيل درفل على الساخن وستيل المادة هي المالتي من نوع الستيل طبعا اول شي انزل عندي المعلومات او قبل المعلومات عندي فراء الفراء A يقول use a design factor n equal to 2.5 اذا design factor ما التي راح تمد هو 2.5 and select a preferred size for the road diameter of the column length is 50 inch يعني يقول اختار فالsize مناسب preferred size او افضل size كلمة prefer يعني مفضل اختار افضل size للroad يعني اوجد الدايمتر small d هو من يقول اختار افضل size للroad ما عندي غير الدايمتر لانه الوحيد بالroad دائري هو الدايمتر ما له طيب فريدي من عندي اختار افضل دائيمتر d small هذا if the column length is 50 يعني اذا كان هذا column length من نقطة التفريت مع piston الى hinge هذا مقدار 50 هذا مقدار الroad 50 طيب الحالة يقول repeat part a but for a column length of 16 لكن الان هذا الطول ما الroad من piston الى نهاية الhinge هذه مقدار 16 انج لحظوا فرق كبير بين 50 انج و 16 انج الفرع c يقول ما هو design factor الحقيقي ليش يقول ما هو design factor الحقيقي لكل من فرق ايو بي ليش لانه انت راح تختار D توجد D في الحالة A وتوجد D في الحالة B انت لازم تختار D اقرب ما يكون الى اقرب standard انه انت راح تعمل حساباتك بس اكيد حساباتك ما راح تطلع في standard الموجود بالشركة راح تطلع فقيمة معينة مثلا تطلع 0.6 طيب اقرب شي ما اقرب standard الو بين 0.6 مثلا اقرب standard هو 0.5 و 0.75 طيب انت عندك 0.6 انت ما تستطيع ان تاخد 0.5 لانه انت تصميمك على 0.6 minimum هذا الradius الو دا ميتر هو اصغر دا ميتر تعتمده فما تستطيع تاخد standard اصغر من 0.5 تطلع ان تذهب الى standard الاعلى 0.75 فانت من قربت 0.6 الى 0.75 اختلف عندك ال parking load ما تمام اختلف عندك الحسابات فالدزاين فاكتر ما لك اش صغر تغير فيقل لك احسب لي بعد ما تعتمد الدزاين الجديد الجديد اللي هو اقرب اعلى standard احسب لي دزاين فاكتر مرة ثانية طبعا انت من تختار اعلى الديزاين فاكتر مالك مئة بالمئة يكون اكبر من 2.5 ليش لان انت صممت واخدت 2.5 من الحسابات وطلع عندك الديميتر مثلا 0.6 من تجي تاخذ اقرب standard اعلى standard 0.75 معنا انت صار عندك design factor اعلى ليش لانه اكيد 0.75 يتحمل public load اعلى من 0.6 الديميتر ما تمام فيقل لك احسب لي ايش design factor الجديد بعد ما اعتمدت الستندرات مالتك الجديدة في كل من حالة A وحالة B اتمنى يكون واضحة ان شاء الله طبعا او الشيء انزل المعطيات اللي عندي طبعا طلاب راح اكمل معاكم اكثر من ساعة شوية لانه ما عدنا كويز الكويز لغينانه فما الابعاد اللي عندي D 2 انج اللي هو لاحظوا D capital D هذا ما البستن او الديوميتر الداخلي ما السيلندر اللي هو البورد ذكره طيب ال P اللي هو ال pressure اللي هو ال 1500 pound per square انج ال L هو الطول الحقيقي الطول الحقيقي هو اش قد قال الطول الحقيقي هاي يمكن هاي ما السؤال السابق يمكن اتهمت هاي نعم نعم ال L ما راح احذف ال L لانه انا عندي فرع A وفرع B مذكورين او 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 افضا هاي صححنا خطأ بالطباعة طيب خلي بس نخزن حتى حتى هاي راح اصلح وبعث الكمية من جديد لانخطأ بالطباعة كان ما السؤال القبل والسؤال الثالث هاي كانت نعم طيب نبدأ ان شاء الله اذا النهايات لاحظوا النهايات هي من نوع الراوندد شرحناها يعني هي من نوع الهينج المتير المالي تعطاني ولي مهم جدا المتيريال لأن احتاج الموديس وفلاستيسيتي وحتاج يل سترينج سواي حتى حسب سي سب سي إذا لازم اعطى في المتيريال اللي عطاني ايه لو انت ما عطاك ماتيريال طبعا بالامتحان مستحيل ما نطيك ماتيريال لان ما نطيك ماتيريال ما عطاك كل سؤال انت بـ 75 طالب يعني بالقليل 50 طالب وحيكون كنت حلو شكل ما تمام فاحنا توقع ان المتيريال تعطاعد كم في الامتحان الان للفرع ايه هي 2.5 وكان الال مقدار 50 والمطلوب هو ايجاد H B الفرع B هو كان انه الان فاكتر نكس هو 2.5 لكنه طول الال اصبح 16 وايضا المطلوب ايجاد D اللي هو الروت الفرع C هو ايجاد ال ال design factor الحالة A سميتونه N يعني بين قوسين A وعندي N B اللي هي الحالة B طبعا مثل ما قلنا من المتيريال اذا تلقي على الابند X3 موجود عدكم صفحة 787 بالكتاب راح توجد دراسة مباشرة بما انه هو النظام امريكي لان الابعاد كله بال انج اذا اعتمد E 30 في 10 و 6 point secured inch طبعا هذا ثابت يا شباب هو الكتاب اعتبره steel كله steel مقارب فهو 30 في 10 و 6 إذا طيبت تحفظه عادي حفظه ممكن ما تتوجد من الجدول بس لكن اش راح تحتاج راح تحتاج حسب المتيريال مالتك ال S Y فلازم ترجع الى Appendix 3 صرحة 787 87 حتى توجد H S Y اللowable load إحنا اعتبرنا أنه هذا هو allowable pressure فإذا اللow اللو اللو هيتطلع من عنده هو يعتبر إيش لأنه تعرفون إحنا P A من تجي تجي من pressure في المساحة هو يجي المسلط على piston والمساحة هي مساحة piston فمن pressure على piston تطلع عندي اللو المسلط على road إذن P allowable ستصال pressure في area pressure هو P في A P طبعا area نعف أنه لحظوا area هذه هي مساحة piston وليس road لأن pressure اللي يجي من hydraulic fluid سيضرب على مساحة piston سيكون من جهة piston فإذن هي مساحة piston يعني طيب إذن Pai 4 4 D squared جاهز كما هو أضرب في Pai على 4 والدا meter مالتنا كما تعفون ما piston هو 2 فأربع فيطلع عندي allowable pressure هذا هو allowable load load المسلط على road طيب we know that نحن نعرف design factor هو يربك للعلاقة ما بين P critical وال P allowable يعني إذا تقسم P critical على P allowable هتلا عندك مباشرة design factor اللي راح إيش تعتمده أو بعنا آخر لغضو الطرفين وسطين معناك إن critical load mality إيش يساوي design factor في PA راح تسألني ليش توجد P critical أقل لك لأنه formula mality سواء Johnson أو Euler كل مبني على P critical ترجعون على المعادلات أحتاج P critical ما سيصمم على P allowable PA لازم أصمم على P critical فالسفاد من design factor موجود عندي أضرب في P allowable اللي وجدتوها أوجد مباشرة P critical طبعا هذه عفوا هني يمكن تقنية خلصة عندي بال slide بس هو عادي وجد لك little strength أوجد تعفون عندك المتيرة 1117 وتقاطع مع KSI فتطلع عندي 40 طيب نستمر الآن الآن أوجد P critical لأنه عندي design factors new and D allowable عفوا عندي تكرار بال slide لا ساعدكم خربطة أوكي ما مشكلة خطيق نستطيع أن نعتمدوا أو هتكون بشكل أضبط حتى فقط هون ساعدكم واضح فقط أشون اخترت المaterial ال properties E والSY فأصبح حتى يشتسلسل بالمعلومات الآن أصبح عندي أوكي جيد الآن أصبح عندي تسلسل جيد منطقي شباب لحد واضح إن شاء الله أتكم من الأمور يعني أكو سرعة بالشرح لو جيد السرعة سمعوني شباب نعم أستاذ جيد محمد جاوبتني لأنه أخشى أنه قطع عندي نيت وأيضا أشرح وما أحد يسمعني ممتاز إذا نستموع جز بسبب النت عندنا يعني ها ها الشباب الكلعي قطع عندهم الصوت العفو أنا نيت أيضا ضعيف عندي اليوم يلا على برقنا ممتاز إذا نجوز عند محمد شوية ضعيف الخط نيت مع الضعيف هذا شرحنا هاي طبعا كلها أصبحت واضح عدكم عندنا design factor يساوي PCR على PA وبالتالي P critical تساوي الآن الفرع أي باعتبار يعني فالPCR تساوي design factor 32.5 ضربتوها في allowable اللي وجدتوه من pressure في area مال piston وبالتالي وجدتو مختار P critical 11781 هاي P critical لاحظوا هذا P critical ما لوا علاقة بالطول طول الroad الآن لحد أن طول الroad ما دخلت طول الroad بالمعادلات لأن P critical الآن هو فقط عبارة عن pressure في area نفس pressure الroad مال piston نفس area design factor هو نفس design factor إذن P critical هو ثابت P critical ما تغير لكن الآن راح أجي أحسب حساباتي فيما يخص الroad طبعا راح تسألني سؤال تخلي أنت عندك P critical وراح تجي تطبق عندك معادلة إما تستخدم Euler أو تستخدم Johnson ratio ما لدي أش تساوي تساوي KL over R ما صح سلندر ratio أش تساوي SR تساوي K في L actual مقسم على minimum radius of geration طبعا بما أنه دائرة RX نفس R Y ما عندي مشكلة لكن نوع تسألني تقلي استاذ هو radius of geration للدائرة يساوي D على 4 تذكرون radius of geration ما وجدنه في table كان يساوي D على 4 solid لأن هذا R solid ما هورو أقول لك أي تمام هو D على 4 طيب D هو مجهول إذا هو مجهول مع radius of geration مجهول مع SR مجهولة إذا ما طيقة قارن ومع فل هو short low long أش عمل في هالي الحالة أقول لك في هالي الحالة نفرض فرضية أنه نقول أنه نعتبر أنه column long يعني لأنه راح تسألني ليش ما تعتبر short أقول لك الفورمولا ما Johnson أعقد من الفورمولا ما Oiler فأنا أغرح على الأسهل فأفرض long واشتغل إذا طلع عندي بعد ما أكمل حسابات long أستمر بالحسابات أقول إذن فرضيت صحيحة إذا بعد ما أعمل حسابات وطلع عندي short أقول لا فرضية الأولى خطأ أثار أن أستخدم مثلا Johnson لاحظوا الفرضية لاحظوا الآلية في الحسابات يعني إحنا ما نتوقف لأنه ما عطانا أي hint لا إحنا نفرض فرضية ورحي راح تبين الفرضية إما صحيحة فنستمر وإما خطأ نصحح عليها ونأخذ الجانب الأصح واضح الفكرة شباب زين since we don't have the diameter of piston road small d so we cannot calculate the actual slenderness ratio صح أنا ما استطيع نحسب SR لأنه ما عندي race of gyration وبالتالي ما استطيع حسب SR في يقول we cannot calculate the actual slenderness ratio to know whether the road is long or short يعني أنا ما استطيع نحسب slenderness ratio وبالتالي استطيع أن أعرف هل هو short أو long ما نستطيع ما عندي فالبال حالة أش راح نعمل in this case we can assume that the road is long يعني نستطيع أن نفرض أن road هو من نوع long and apply Euler formula and check later ونطبق Euler formula قانون Euler and check later ونتأكد لاحقا for the rightness طبعا كلمة rightness أو correctness يعني قصد صحة أو مرات استخدم كلمة validity فان check validity or rightness of the assumption طبعا استخدم كلمة validity لأن هي صح لغوي ما مشكلة نجعل ناحقا فنجيك validity ما assumption إذا كان صحي كما قلنا استمر إذا كان خطأ نصح الخطأ ما لات طيب الآن نذهب إلى slide الثاني نطبق Euler نطبق مباشرة Euler طبعا الأول تعفون بها أكثر من صيغة أنا نصح كبير أن تحفظوها طبعا أنا ما حيفظ لحد الآن يعني يتوحن بها بس أنت طالب يعني لازم تضطر أن تحفظها لأنه عندك إمكحان طيب P critical تساوي إما pi squared EI على L E squared أو كان تساوي ممكن pi squared EA على SR squared تذكروها لهاي صحيح يعني عندك إما بدلات I أو بدلات area A فأنا خذتوها بدلات I حقيقة يعني اجتهدتو خذتوها بدلات I يعني اجتهد من عندي كيفك تاخذ بدلات area ما عندي مشكلة بس أعتقد ما راح تكون عندي مشكلة أكيد نعم طيب إذن P critical أحج يطبق أقول pi squared E مفروض موجود عندي من material pi هنعف مساحة air remote finertia للدائرة هي pi d 4 64 L effective length هو K في actual length هو K في L طبعا أجي أطبق الآن P critical أطاني وبالسؤال تذكرون حسبتو P critical قبل شوية ضربتو design factor allowable صحيح فطلعت 1781 يعني P critical المعلومة عندي المجهول الوحيد هو فقط d small d اللي هو مال road الطول هو 50 الآن لاحظوا أداخذ الآن فرع أي أنه طول عندي 50 فإذا أحل هذه المعادلة وحيط ما عندي الديمتر مقدار 1.1931 لاحظ 1.1931 هذا d إذا توحل السندرات الأمريكية ما موجود ما عندت شيء اسم 1.19 عندهم 1.25 وعندهم 1 يعني هذا الرقم 1.19 يقع ما بين 1 وما بين 1.25 طبعا أكيد توقع عن أي إنج راح اختار اي دايميتر نختار أو دايميتر الأصغر لو الأعلى يعني نختار 1 أو 1.25 إنج 1.25 1.25 أحسنت ويزيد عندك design factor المناسبة الـ actual design factor اللي تأخذ 1.5 راح يزيد عندك بس أنت تقول عليش 1.25 يعني جيد حسب design factor الحقيقي وأشوف هل هو مناسب أم لا الآن بما أن 1.25 تغير عندك هلس لازم أجي أشع عمل لازم أجي أتأكد طبعا هاي أيضا عفوا قدنا خطأ بال L من copy paste بالمحاثرة بس ما مشكلة إن شاء الله هذي كلها نحاول أنه إيش صليح الكمية وابعث الكمية بشكل أصح حتى ليس سعتكم بس لابس لنا ما السؤال القبل صراحة نحن لو آن اعتمدنا الآن أجي أتشيك شباب أجي أتشيك عندي standard نسب شمالتي على دامتر الجديد أتشيك على دامتر الجديد لا صلت على حل بالسؤال الفرع أي اللي هو L يساوي خمسين إذن now we have to check our assumption يعني نازم نتشيك الفرضية ما الفرضتو أنا فرضتو Euler فرضتو طويل يعني long column وبالتالي طبقت نظرية إيش Euler طيب we have to check our assumption for the new piston road diameter يازم أتشيك على diameter road مع piston الجديد 1.25 hence the actual slenderness ratio is إذن أستطيع نحسب SR الآن لماذا لأن SR أش تساوي KL على R في جي تسألني أبقى للك K1 لأنه pin pin هو من pin pin من الجهتين إذن K1 L هو 50 للفرع A حالة الأولى R أصبح واضح الجديد لأن الدائمية الجديد 1.25 اعتمدتون الآن أستطيع أن أوجد R اللي هو D على 4 ف D لدي 1.25 أقسمه على 4 وجدت Red Self-Gereration إذن وجدت SR مقدار 160 الآن أقارن هذه SR مع C المفروض لماذا؟ لأن الآن اعتمدت 1.25 الجديد هذا standard موجود بالشركة أستطيع أن أخذ وعتمد وما عندي مشكلة متوفر أوكي SR مالت مقدار إذن لازم أروح أقارن C مع SR هاي 160 وأشوف طبعا طبعا C تساوي إحنا نعف C تساوي تحت pi squared في E في مقسم على E عفوا 2 pi squared في E مقسم على yield strength أعوض E 30 في 10 و 6 و أعوض S Y كان 40 K S I لحظوا مرات تجيك عبارة K S I مرات تجيك عبارة K PS I كلهما صحيح يعني كلهما المقصود بينه K P squared inch ف مرات تصروها يعتقوها K S I طيب فكانت مقدار 40 K S I فلازم أضربها إيش لأنه K فأضربها في ألف فصائد أربعين ألف PS من أجل أقسم طلعت 121 طيب هذيك أشقد كات عندي كات 160 ما كات 160 كات S R 160 فبعت S R هي أكبر من C sub C إذن معناته الكولوم هو Long أو Short رحيكون Long ما إذن S R أكبر من C sub C إذن هو Long مادام Long يعني أطبق Euler طيب معنات فرضيتي إيش أنا فرضت Euler ومن جدت حسبت وطلع Euler إذن فرضيتي صحيحة إذن هو Euler إذن أجل أستمر We have to proceed ما عند مشكلة يجب أن نستمر الآن إذن مالتنا is right إذن هي فرضية مالتنا صحيحة Now to recalculate طيب الآن عرفنا أنه هو نظريتنا فرض 1.25 هو أمين يعني 1.25 standard موجود وطلع وفرتونه من نوع long وطلع long أوكي بس الآن من غيرت الدياميتر كان 1.19 تذكرون كان 1.19 بالحسابات فقربنا إلى أقرب standard 1.25 من غيرت 1.25 ما لك تغير طبعا سيزيد ما سيقل لماذا لأن أنت من تكبر الدياميتر المفروض يعني مساحة كبرت معنا أنه يتحمل عندك إيش فالبي critical ما لك هترتفع now we need to recalculate إذا لازم تحسب الدياميتر الجديد 1.25 باعتماد Euler formula الآن Euler أصبحت حقيقة أمامي فرضيدي صحيحة إذا نستطيع نطبق Euler لكن للدياميتر الجديد فأحسب PCR تعفوها نظرية Euler pi squared EI على KL الكل squared عندي E عندي الدياميتر الجديد 1.25 أرفعه للأس 4 وأقسم على K في L اللي هي 50 تربيع أشقد وجدت 14190 أشقد كانت 11700 تقريبا ارتفعت لما ارتفعت من 11700 ارتفعت إلى 14100 تقريبا 200 ليش أنت اعتمد الدياميتر أكبر وهذا شيء طبيعي ومنطقي جدا كل ما يكبر عندك الدياميتر لنفس الطول لنفس الأبعاد نفس الماتيريا خلص معنا عندك البي كريتيكال الزيد فالديزاين فاكتر يرتفع الآن نجم أحسب الديزاين فاكتر الجديد نجم أحسب على البي كريتيكال صحة البي كريتيكال عندي جديدة على الدياميتر الجديد اللي هو مقدار أشقد 1.25 طيب إذن أشياء نحسب الديزاين فاكتر يقول السينس أو يعني هو يقول السينس البي كريتيكال يعني البي كريتيكال الجديد ما لاتنا أشقد 14 193 طيب الالت البي كريتيكال اللي هي ما الدياميتر الأصلي اللي كان 1.19 وحسب نانو كانت 1781 طيب ما دام البي كريتيكال طبعا أنت من تعتمد طبعا هاي العبارة أيضا أنا أعتبر زيدي حقيقة ليش لأنه تحصيل حاصل أنت من الدياميتر ماذا كان صغير وكبرت وخلص يعني مع أنت يتحمل بي كريتيكال أعلى يعني هو شيء منطقي بس أنا ملاحظة للتعبير أنه 14193 إذن هو يعتبر من نوع أصبح safe إذن 1.25 هو موجود وهو من نوع safe بس الآن safe إلى أي حد يعني هو سليم أو خلني نقول آمن إلى أي حد آمن لازم يحسب الديزاين فاكتور الجديد لأنه تغير عندي الدياميتر تغير عندي P critical فتغير عندي الديزاين فاكتور فالديزاين فاكتور ما تذكرون ماذا يساوي يساوي P critical الن كان يساوي P critical على P allowable P allowable ما تغير 4000 وشوية وجدناها من مالباستن هاي ما تتغير ما لي علاقة لين برشور ثابت ومساحة الباستن ثابتة فالP الاولاول ما تتغير بس ايش يطير عندي؟ ال N يساوي P critical على P الاولاولا اتغير عندي ال P critical كانت 11700 صارت عندي ايش قد؟ صارت عندي 14190 سامثين ما صحيح؟ اذا لازم اجي احسب ايش؟ طبعاً هاي آسف هاي ممكن هاي الفرع B آسف هاي الفرع B آسف هاي عفواً هو الفرع C يحسب منه design factor آسف هو يعني بدأ فرع A وجدنا فقط الدين ونجي على الفرع B نوجد فقط الدين وبالفرع C نوجد ال design factor الجديد للاثنين يعني أنا الوهل الأول صورتوا أنه أكمل ضمن الفرع أوجود ال design factor ما مشكلة نجي على الفرع A فرع B آسف نفس design factor الثنين ونصف بس الطول أصبح عندي إيش 16 إنج أحاول نختم بهذا السؤال يعني نكمل إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله هذا السؤال طبعاً أيضاً إحنا نعرف أنه Euler Formula أستطيعنا نطبقها أوجد منه P critic عفواً أوجد ال diameter يعني لاحظوا نفس الطريقة نفس ال procedure في فرع A عندي P critical أعتبره هو من نوع يعني من نوع الإيش أعتبره من نوع long أنا أعتبره long أنا أعدف له فرضي أنه هو long فطبقت راسي فطبقت راسي Euler Formula من P critical الأصلية كانت 1781 وجدناها موجودة نفسها ال E نفس ال E بس الآن الطول أصبح مكان ما كان 50 فرع أي أصبح 16 في فرع B فعندي 16 فأوجد ال diameter الجديد طبعاً ال 0.67 ماكو سندر بالنظام الأمريكي 0.67 هذا ال D الحقيقي لاحظوا هذا ال D الحقيقي لل P critical الحقيقي لحساباتي الحقيقية لكنه فرضته أنه long أنا فرضته long بس أنا ما متأكد صح له لا نجعل ال D إذا تجي تقارونه يقع بين أي standard و standard 0.67 راح يقع بين 0.5 inch وبين 0.75 inch طبعاً أنا أعتمد أعلى أقرب standard فأعتمد 0.75 فتلاحبون أنه أنا أعتمدت أعلى أقرب D 0.67 فهو مقداره 0.75 الآن أنا فرضته long إذا الآن إيش أعمل ما دام أصبح عندي ال diameter الجديد 0.75 موجود أستطيع نحسب slenderness ratio لماذا؟ لأنه إذا دي عندك أطيق أوجد ال radius of generation فالآن أوجد ال radius of generation فالآن أوجد ال radius of generation ال radius of generation ما أعتمد إيش راح يكون؟ راح يكون عندي 0.75 فأوجد ال S R ال S R تساوي كيف ال L الآن أصبح 16 انتبهوا لا تحتتوها من تعاوض 50 إحنا الآن في فرع B ال L مقداره 16 ال D أقرب سلندر على سلندر 0.75 إذا قسمه على الأربعة وجدتو radius of generation فأيضا وجدتو slenderness مقدار أشقد 85 هاي actual slenderness ratio هاي هي الحقيقية بناء على فرضية أنه هي Oiler بس الآن لازم عندي C sub C لاحظوا C sub C ما تتغير فرع A عن B ما تتغير لأنه يلا علاقة فقط بالإيش؟ 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 إذا ما تتغير إذا C sub C نفسه ما لاتي؟ بس أشقد وجدنا الآن ال S R؟ وجدنا أشقد؟ بالله نرجع حتى بس أريد تحفظوا لهذا الرقم ال S R؟ ها 85.3، 85 أوكي C sub C أشقد كانت؟ هسا دقارن ال 85 مع ال C sub C ها 121.7، 85 أصغر من 121؟ لا لا أصغر، ما تمام؟ بما أن ال S R 85 أصغر من C sub C لـ 121، إذا column أشنو؟ short or long؟ short short، إذا فرضيتي غلط، أنا طبقت أيلر وجدت داميتر مالتي D، ما؟ طبقت أيلر قبل شوية، طيب، إذا الفرضيه مالي، أشتعتبر؟ incorrect، ليست صحيحة، ليش؟ لأنه S R أصغر من C sub C، إذا column مالتي هو short، إذا أش معناتها؟ لازم أشي أطبق؟ أرجع أطبق جي بي جونسون، أرجع أطبق إيش؟ جي بي جونسون لحساب P critical، أوكي؟ فأقول جي بي جونسون، إيش تساوي؟ ساوي هاي، قانون ماله أي S Y وقانون شوية معقد، ما مثل Euler، ولذلك إحنا نفرض دائماً Euler ونشتغل، حتى إيش ناخد الجانب الأسهل في الحل، ناقص S Y في S R squared على أربعة P squared E، هاي حاولوا تحفظوها إن شاء الله، حتى ليه مهم عندك، جزء ما نعطيك إيه في امتحان، الـ R هي Pi over 4 D squared، D squared هو الـ D الجديد مع الـ Road، مع الـ Road اللي هو 0.75 اللي ستندر الجديد اعتمدتونه، مضروب في الـ S Y، الـ Yield Strength اللي هو أربعين ألف Pound P squared E، في واحد ناقصاً S Y نفسه أربعين ألف، الـ S R اللي هي وجدناه 85.3، بس آت الصون هي تربيع، مقسمة على الأربعة تربيع، ومضروبة أيضاً في الـ Modules of Elasticity 30 في 10 و 6، فوجدت إيش؟ الـ P critical 13325 بناء على جي بي جونسون لأنه أصبح هو من نوع الشورت، إذن بما أنه وجدنا P CR، هاي الـ P CR 13325، هل هي أكبر من 11700، لا لا، 11700، الـ P critical الحقيقية، هل الـ P critical 14325 أكبر من 11000، لا لا، هي أكبر، إذن أنت بـ Safe Site، إذن أنت الـ Point 75 اللي أخذته هو Safe، أمين، آمن، ما عندك مشكلة، أوكي، لكن أحتاج أن أحسب إيش؟ الـ Design Factor الجديد، فـ Design Factor الجديد لحالة A والحالة B، أشو راح تساوي الـ Design Factor؟ إحنا نعرف إن الـ Design Factor إيش يساوي الـ P critical الجديدة على الـ P allowable، الـ P allowable أربعة آلاف وشوية كانت، يعني ما تتغير عندي، مثل ما ذكرتولكم، راح تساوي الـ P critical، فإذا تذكرون، طبعاً هاي الفقرة أتذكر مني، أتقل لك، The New Actual Design Factor represents the following relation، طبعاً هاي الفرضية نفسة، ما جبتوا من عندي هذا، أنه الـ Design Factor يساوي الـ P critical على الـ P allowable، الـ P allowable نفسة بالسؤال، الـ Pressure في الـ Aero وجدتوها، ما الـ Piston، والـ New or Critical Load، بس لازم أحسبه الـ New Design Factor، ليه إيش؟ لأنه الـ Critical Load تغيرت عندي بالحالتين، Critical Load، من اعتمدتوا دايميتر جديد، الـ Standard جديد، طير عندي الـ Design Factor، طبعاً هو ارتفع زاد عن الـ 2.5، 100% يرتفع عن الـ 2.5، ليه إيش؟ لأنت كبرت الـ Standard، فبالنسبة لحالة A، ايش يساوي الحالة A Design Factor؟ راح يساوي الـ P critical الجديد، الـ P critical الجديد وجدناه في حالة A كانت 14190، الـ P allowable ما تتغير، أبعتها في 700 تبقى كما هي، أبعتها في 712، فطلع الـ Design Factor الثلاثة، طبعاً راح يطلع على ليش؟ لأنت اعتمد الـ Standard أو على الأقرب على Standard، من خذت أعلى؟ خلص، الـ Design Factor لازم يرتفع، فارتفع من 2.5 إلى 3، بالنسبة لفرع B، ارتفع، قسمت أيضاً يعني New Critical Load 11300 على نفس الـ P allowable، اللي ينقل نهاية ما تتغير أبداً، فطلع على 2.8، فعلاً هو كان 2.5، فصل عندك 2.8، يعني هو تحصل حاص راح يكون على، بس هو السؤال طلب من عندك أن توجد هاتين القيمتين، طيب انتهى السؤال إلى الآن، إذا عدتكم سؤال راح نتوقف طبعاً، نتوقف إلى هذا السؤال، أنا كان بالي أغطي السؤالين، لكنه شرحنا على effective cross-section of columns، فصل على حساب السؤال الخامس، أحاول أن تقوم إن شاء الله السؤال الخامس، وأبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بموضوع Build، إذا عدتكم سؤال شباب أنا جاهز إن شاء الله، بس المعادلة القبلة، الصفحة القبلة، هس أعجيك، بس نوقف التسجيل حتى لا يكون على حساب المحاضرة يعني،